السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طالباتي طالبات الصف السادس كنا قد تناولنا في الفيديو الأول قراءة الآيات من سورة الذاريات والتي كان الدرس بعنوان حديث ضيف إبراهيم عليه السلام الآيات التي بين أيدينا هي من سورة الذاريات وسورة الذاريات هي سورة المكية تحدثت هذه الآيات عن ضيف سيدنا إبراهيم الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط سنتعرف على منهم ضيف سيدنا إبراهيم إكرام الضيف هو صفة من صفات الإنسان الكريم في طبعه والحكيم وفي تعامله الفاضل بأخلاقه ونبي الله إبراهيم عليه السلام أكرم الخلق وأبرهم بضيوفه المكرمين فأكرم نزلهم سنتعرف كيف أكرم النبي الله إبراهيم ضيفه وهذه الآيات هي دلائل على تمكين الحق والإيمان حيث تروي قصة الكرم في ضيافة إبراهيم عليه السلام وتكشف أيضا عن أمر المرسلين إلى قوم لوط عليه السلام سنقوم بشرح الجزء الأول من الآيات من الآية عشرين وحتى الآية ثمانية وعشرين أرجو الاستماع والتركيز جيدا يقول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أن هناك في الأرض عبر ودلائل واضحة على قدرة الله سبحانه وتعالى وهذه العبر والدلائل هي الأهل اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق وحده لا شريك له والمصدقين أيضا برسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا يقول لهم في خلق أنفسكم دلائل على قدرة الله عز وجل وعبر عفوا تدل على وحدانية الخالق وحده لا شريك له وفي السماء رزقكم وما توعدون أي في السماء ما هو مقدر ومكتوب لكم وما توعدون من الخير والثواب والعقاب حيث أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه حين قال فورب السماء والأرض أي أن ما وعدكم به الله سبحانه وتعالى هو حق فلا تشكوا فيه كما لا تشكون في نطقكم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك أيها الرسول حديث ضيف إبراهيم الذين أكرمهم وكانوا هؤلاء هم من الملائكة الكرام حين دخلوا عليه في بيته فحيوه قائلين له سلام هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام فرد عليهم إبراهيم عليه السلام قال سلام قوم منكرون أي سلام عليكم أنتم قوم الغرباء لا نعرفكم فماذا فعل إبراهيم عليه السلام وكيف أكرم ضيوفه قال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين أي رجع إلى أهله خفية فعمد إلى عجل سمين وفذبحه ثم وضعه أمامهم قربه إليهم ودعاهم إلى الطعام قائلا ألا تأكلون فلما رأاهم لا يأكلون أحس في نفسه خوفا قال تعالى فأوجس منهم خيفة أوجس بمعنى أحس بالخوف قالوا لا تخف أي أن الملائكة قالت لإبراهيم عليه السلام لا تخف إنا رسل الله إذن رسل الله إذن هم من عند الله سبحانه وتعالى ولكن لماذا أتوا إلى إبراهيم عليه السلام ما هو السبب أرادوا أن يبشروه ببشارة وكانت البشارة عندما قالوا له قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم أي بشروه بأن زوجته سارة ستلد له ولدا ما هي ردة فعل زوجة إبراهيم عليه السلام عندما سمعت بهذه البشارة عندما سمعت ما قالته الملائكة لزوجها إبراهيم عليه السلام ولد إبراهيم هو إسحاق عليه السلام وبشروه بأنه سيكون من أهل العلم بالله ودينه أما ردة فعل زوجته سارة عندما سمعت بالأمر وعندما سمعت ما قالته هؤلاء الملائكة أقبلت نحوهم ولكن كيف أقبلت نحوهم أقبلت نحوهم في صيحة فلطمت وجهها لماذا لطمت وجهها لطمت وجهها تعجبا من هذا الأمر وقالت لهم كيف ألد وأنا عجوز عقيم عقيم أي لا تلد قالت لها الملائكة هكذا قال ربك هو القادر على ذلك فلا تعجب من ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها إذن من هم ضيوف سيدنا إبراهيم ضيوف سيدنا إبراهيم هم الملائكة أكرم سيدنا إبراهيم ضيوفه فماذا قدم لهم أو كيف أكرم سيدنا إبراهيم ضيوفه نقول أنه قدم لهم عجلا سمينة ما هي رد فعلي زوج سيدنا إبراهيم سارة عندما علمت بالبشرة نقول أنها لطمت وجهها وقالت بتعجبا كيف ألد وأنا عجوزا عقيم سنتعرف على مرادة الكلمات التي وردت في الآيات آيات للموقنين آيات مفردها آية إذن آيات هي جمع مفردها آية وهي العلامة الموقنين مفردها موقن وهو العالم المتأكد والموقنين هنا جمع مذكرا سالم وأيضا منكرون غير معروفين فراغ بمعنى رجع إلى أهله فأوجس منهم خيفة بمعنى أحس بالخوف فسكت وجهها سكت بمعنى لطمت في صرة بمعنى صيحة صرة بمعنى صيحة عقيم لم تلد قط هذه هي مرادة الكلمات التي وردت في الآيات سنقوم باستنتاج بعض القضايا اللغوية سنستخرج معنى من الآيات اسما معرفا بأل المتقين الأسحار المحروم لنذكر معنى الأساليب الغوية التي وردت في الدرس هناك أسلوب توكيد وقد ورد في قوله تعالى إنه لحق إنه لحق السبب في أنه أسلوب توكيد بذكر كلمات أو الحرف وأيضا ورد أسلوب القسم في قوله تعالى فورك بالسماء والأرض هنا يسمى بأسلوب القسم وأيضا ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم الآية بدأت بهل فإذن هنا هو أسلوب استفهام سأقوم بذكر الأسئلة مرة أخرى التي تتعلق بالآيات من هم ضيوف سيدنا إبراهيم عليه السلام ضيوف سيدنا إبراهيم عليه السلام هم الملائكة كيف أكرم سيدنا إبراهيم عليه السلام ضيوفه أكرمهم بعجلا سمين أي قدم لهم طعاما ما هي رد فعلي زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما علمت بالبشرة كانت ردة فعلي زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام لطمت وجهها وقالت كيف ألد وأنا عجوز عقيم لماذا أحس سيدنا إبراهيم عليه السلام بالخوف من ضيوفه السبب لأنهم جاءوا في وقت غير مناسب ما هي البشارة التي حملها الضيوف لسيدنا إبراهيم عليه السلام البشارة هي ولادة زوجه غلاما عليما من هو الغلام أو ما اسم غلامي أو ما اسم ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو إسحاق عليه السلام إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الجزء من الآيات عفوا وسأتبع هذا الفيديو بورقة عمل فأرجو منكم حل ورقة العمل بخط مرتب وواضح وبتركيز أيضا وبمتابعة قراءة وترتيل الآيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته